اشتركوا في القناة واكد معالي الوزير ان مشروع قانون التطوع لخدمة الامن العام والذي يأتي بدافع الولاء والانتماء للوطن وتعزيز المسئولية الاجتماعية المشتركة لحماية الامن والاستقرار يعد احد ركائز العمل الامني لانه قائم في الاساس على مبدأ الشراكة المجتمعية وضرورة تحمل الجميع مسئولياته فيما يتعلق بحفظ امن الوطن وقد اعرب معاليه عن امله في الانتهاء من الاجراءات القانونية اللازمة لاقرار المشروع المقترح من جهتي اكد مدير عمل ادارة العمل للدفاع المدني الحرص على تأدية الواجب بالصورة الاحترافية المطلوبة في الطوارئ والكوارث بانواعها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة وسعي الى تقديم كل ما يضمن حماية الارواح والممتلكات من خلال التخطيط المسبق والاستجابة الفعالة والشراكة المجتمعية الملهمة تنفيذا لستراتيجية التطوير التكنولوجي والتي من اهدافها تأهيل العنصر البشري للقيام بالمهم المختلفة التي يشملها قانون الدفاع المدني وخلال الزيارة استمع معالي الوزير الى اجاز بشأن الخطة العامة لتطوير الدفاع المدني وما تتضمنه من زيادة عدد مراكز الدفاع المدني وفق ما تقتضيه متطلبات الواجب فضلا عن تطوير القدرات العملياتية وخطة العمل مؤكدا معاليه اهمية الاستثمار في تدريب الكوادر بجانب المعدات الحديثة ومواصلة تطوير سرعة الاستجابة في كافة الظروف والمواقع منوها الى انه سوف يتم تعديل العلوات الخاصة برجال الدفاع المدني تقديرا لما يقومون به من مهام خطرة كما اشهد معالي وزير الداخلية بتعاون المواطنين والمقيمين مع رجال الامن العام في ادائهم لواجباتهم من اجل حفظ الامن وتعزيز الاستقرار داعيا الى ضرورة تجاوبهم مع الارشادات التي يتم تقديمها من جانب الدفاع المدني عبر الاذاعة والتلفزيون والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة وفي هذا السياق وجه معالي الوزير الادارة العامة للدفاع المدني الى تكثيف الحملات التوعوية لزيادة الوعي العام يعد التعاون مع رجال الامن امرا اساسيا في جهود حفظ امن الوطن وتعزيز السلامة العامة وهو ما يتطلب تجاوب المواطنين والمقيمين مع التعليمات والنصائح الارشادية التي تصدر عن الدفاع المدني والجهات المختصة عند التعامل مع اي ازمات او كوارث لا قدر الله بما يضمن سلامة الجميع وفي هذا الاطار تكثف الادارة العامة للدفاع المدني من حملاتها التوعوية بهدف تثقيف المواطنين والمقيمين بشأن اجراءات الحماية المدنية والسلامة العامة من المهم المناطب اللجنة الوطنية هو الاشراف الكامل على المصفوفة الوطنية والتي هي معنية بادارة المخاطر في مملكة البحرين من حيث تحليل المخاطر من حيث تقييمها من حيث التأثيرات الداخلية وحتى كذلك الاقليمية ووضع الاجراءات المناسبة للتعامل مع كل خطر ولا ننسى في الحقيقة بان الادارة العامة للدفاع المدني هي جهة داعمة من ضمن المنظومات في ادارة الكوارث هناك نقطة مهمة وجب علينا ذكرها ألا وهي تعاون المواطنين والمقيمين مع المكونات سواء الأمنية في ادارة الحدث وهم كذلك عدم تداول المعلومات المغلوطة أو حتى كذلك الإشاعات لا ننسى في الحقيقة بان مفهوم ادارة الازمات والكوارث تكمن نجاحا في التعاون المثمر والوطيد بين المواطنين والمقيمين تعاون المواطنين والمقيمين بفسح الطريق لمركبات الطوارئ وآليات الدفاع المدني يمكننا من البلوغ لاندلاء الاستقاثة وتلبية الواجب في وقت قياسي بالإضافة أن المواطن دور كبير في حفظ الأمن والأمان وذلك عن طريق اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من رجال الأمن ورجال الدفاع المدني وعبر القنوات الرسمية وننصح بعدم التجامهر في موقع الحدث فأن ذلك يعرضكم للخطر ويعيق عمل أجهزة الأمنية ولا سيمة الدفاع المدني من إنقاذ الأرواح والممتلكات والالتزام بتبليغ الأجهزة الأمنية عن وجود خطر ما وعدم التعامل معه مثل انقطاع الأسلاق الكهربائية ذات الضغط العالي أو وجود أجسام قريبة وذلك حفاظا على سلامتكم إذا صار حادث أو شيء معين في الشارع يحاول أن لا يعطل الشارع أو يصور مثل ما الحين قاعد يصير عندنا بعض الناس طلع موبايلاته ويقاعد يصور أهو هاي الأمور يخص رجال الأمن ورجال الدفاع المدني فهو عليه فقط أنه يفسح المجال لهاي الأفراد رجال الأمن أن يوصلوا للحادث حتى بعض الأحيان في بعض المناطق لصير حريق أنا بما أنه أنا مو رجل الأمن أنا أفسح المجال لرجال الأمن أن يصلوا للمنطقة في أسرع وقت ممكن لما بشوف أي حادث في الشارع أو أي حدث صاير في الشارع لا سمح الله راح أفسح المجال حق سيارات الدفاع المدني الشرطة المرور على الأساس أنهم يمرون في طرق وتعليمات عادة مدرب السياقة يعطيها حق التلاميذ توجه التلميذ لما يكون فيه كوارث في الشارع أو ما يكون فيه حوادث طارئة شلون يرسح المجال على أساس مثل هذه الخدمات اللي قاعدين يخدمون فيها أخواننا وعيالنا في البحرين أنهم ينفذون أعمالهم وأنهم يوصلون لموقع الحدث لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أنصح المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة مساعدة رجال الأمن قدر المستطاع فسح المجال لهم حتى يستطيعون الوصول إلى مكان الحدث وعدم تداول الأخبار الخاطئة وأخذ الأخبار من الموقع الرسمي للجهة التعامل الإيجابي مع أي أزمات أو كوارثة مسؤولية الجميع وهو أمر يتحقق بالتواصل والتعاون بين الشرطة وكافة المواطنين والمقيمين كما يجب الإشارة إلى دور وسائل الإعلام في سيادة الوعي وتحصين المجتمع وحمايته من خطورة أي ممارسات